موسيقى النشرة الاقتصادية من الاخبار السورية مساء الخير كشف وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري عن الانتهاء من تنفيذ البرنامج الوطني للزراعة الأسرية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100% وذلك في 11 محافظة ومدينة القادري أكد أن الخطة المنفذة بالكامل لعام 2016 شملت 24 ألف أسر ريفية مشيرا إلى أن مضالة المنح الانتاجية المجانية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للزراعة الأسرية خلال العام الحالي ستشمل 25 ألف أسرة ريفية جديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يقيم اتحاد المصادرين معرض التصدير وتقنيته وذلك في السابع من الشهر الجاري في فندق الدامروز بدماشق المعرض يضم عدة قطاعات ونشاطات ومنها القطاع النسيجي وتعرض فيه تقنيات الصناعة النسيجية وخطوط الانتاج والمكننة ومستزمة الانتاج والجلود واكسسوارات الألبسة وتقنيات تصدير الألبسة بأنواعها قدرت القيمة الإجمالية لمشروعات الخطط الاستثمارية للمديرية العامة للموانئ خلال عام 2017 بحوالي 700 مليون ليرة سورية مدير عام المديرية العامة للموانئ المهندث ميثم اليوسف بيّن أن المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام الحالي تغطي مختلف جوانب ومجالات عمل المديرية حيث تهدف الخطة لتطوير العمل البحري الملاحي من خلال استكمال توسيع وتعزيل وتعميق وصيانة موانئ الصيد والنسف اللذيقية وترتوس واستكمال مشروع صيانة فجوة مكسر ميناء جبلة وترويسة الصيف بموجب عقد مبرم مع الشركة العامة للمشاريع المائية كشفت السلطة الفلسطينية أنها تتوقع عجزاً إجمالياً بقيمة أربعة مليارات تشكل في موازنة العام 2017 السلطة الفلسطينية توقعت أن لا يتجاوز تمويل الخارجي لدعم الموازنة 500 مليون دولار و92 مليون دولار لتمويل المشاريع العبر الخزينة أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية عن إيقاف شركة تركمان غاز تركمانستانية إمدادات الغاز إلى إيران بيان صادر عن الشركة أوضح أن شركة تركمان غاز قامت بقطع إمدادات الغاز إلى إيران بصورة مفاجئة منذ صباح يوم الأحد برغم من سداد المبالغ المستحقة عن استراد الغاز من تركمانستان نقلت وكالة شينفو الصينية عن شركة السكك الحديدية قولها أن الصين أطلقت أول قطار شحن إلى لندن شركة السكك الحديدية الصينية أوضحت أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا وتعزز التواصل مع غرب أوروبا بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وإفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أن تعافي الاقتصاد الياباني سيظل على رأس أولوياته هذا العام أبي أشار إلى أنه سيعطي الأولوية القصوى للاقتصاد وسيواصل الاعتماد على السياسة النقدية والسياسة المالية وأستراتيجية النمو للتغلب على انكماش الأسعار أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ الاقتصادية الدولية أن روسيا ستكون من الدول الأكثر جذبا للاستثمار خلال العام 2017 تليها جنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل والشيلي والهند سراب الهوى والتفاصيل تربعت روسيا على قائمة الدول المتوقع جذبها للاستثمارات في العام الجديد وجاء جنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل والشيلي والهند في مراتب تالية مسح أجرته وكالة بلومبرغ الإعلامية الأمريكية والتي استعانت بعدد من بيوت الخبر الاقتصادية حول العالم أظهر تربع روسيا على صادرة لائحة الجهات المفضلة للمستثمرين بالأسواق الناشئة في عام 2017 ووفقا للوكالة فإن أحد أهم الأسباب هو أن الروبل الروسي يعتبر الرهان الرئيسي للمستثمرين ممن يتداولون عملات وطنية ذات معدلات فائدة مخفضة والمشترين للأوراق المالية الأعلى إرادا ووفقا لتقديرات أحد البنوك السويسرية فإن العائد على الاستثمار في استراتيجية تجارة التداول بالروبل سيرتفع في عام 2017 ليبلغ 26% وهذه هي أفضل نتيجة بين أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا القائمة شملت أيضا جنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل والشيلي والهند وأندروسيا ويشير المحللون إلى أنه في كل من هذه البلدان هناك تحسن في المناخ السياسية إضافة إلى أن الأصول في هذه الأسواق أقل عرضا لصدمات الخارجية نتجة عن الزيادة في أسعار الفائدة للاحتياط الفيدرالي الأمريكية والمخاطر المرتبطة بتداعيات انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والآن ننتقل مشاهدين إلى أسعار العمولات والمعادن ونبدأ بسعار صرف الدولار رفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي حيث سجل الدولار في الحوالات الشخصية 514 ليرة و85 قرشا وفي شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا اليورو في الحوالات الشخصية 535 ليرة و73 قرشا وفي شركات الصرافة 538 ليرة و40 قرشا أسعار الذهب العالمي فيها سعار الأنصة عالميا عند حدود 167 دولار و52 سنة للأوقية الوحدة أما أسعار الذهب في السوق المحلية فيها جرام الذهب عيار 21-17000 ليرة سوريا وجرام الذهب عيار 18-14-571 ليرة سوريا أخيرا أسعار النفط العالمي فيها 5 برينت عند حدود 55 دولار و96 سنة أما الخام الأمريكي 52 دولار و82 سنة مشاهدينا نشر الإقتصاد ينتج